طيب الحاجة التالتة وعايز اطمن جمهور النادي الاهلي على ملف الاصابات لان الفترة الاخيرة او الساعات الاخيرة الناس قارت كلام كتير قوي رامي ربيعة راجع مصاب شد في السمانة محمد هاني عنده كادمة قوية ممكن ما يلحقش المباراة محمد مجد افشا اشتكى فممكن ما يلحقش اللقاء العودة عايز اطمنكم النهاردة طبعا اول مرة للفري بعد العودة من تنزانيا لكن ان شاء الله محمد هاني فيه محاولات للحاق وبإذن الله يكون موجود منعم ما لعبش المباراة الاولى وعلى فكرة وارد جدا النهاردة لما يطمن كولر على رامي ربيعة يريح منعم المطش العودة يريح منعم المطش العودة ليه؟ لانه في حالة تخطي سيمبا انت الحد اللي جاي زي النهاردة هتلاعب سانداونس مفيش وقت فانت لو عايز تريح لعب عشان تضمنه في المطش اللي جاي اكيد كولر هيفقر كده واحنا شفنا تفكير كولر في لقاء الزهاب ازاي قال لا معلول ما يجيش حتى لو جيه قبل المطش بربعة وشرين ساعة ما يجيش يريح عشان ما عايزه بعد كده فلازم الناس تطمن ان كولر عامل حساباته بشكل كويس قوي لاخر يوم في البطولة ما بيفكرش تحت رجلية على مطش النهاردة لا بيفكر ليه ما هو ابعد فبطمنكم ملف الاصابات الجهاز الفني بيتعامل فيه بشكل كويس جدا امام عشور زي ما قلنا في عنوان الحلقة النهاردة جاهز ان شاء الله لكن في النهاية الرؤية الفنية الكولر انه يدفع بمين او يريح مين او يخلي مين جنبه على الدكة ان شاء الله انا واثق انه هايختار التشكيلة الامثل والتشكيلة المثالية ولكن عايز اطمنكم على عمر الصولية عندي خبر مهم جدا على عمر الصولية النهاردة باذن الله هتكون بداية مشاركة عمر الصولية في التدريبات الجماعية للآلي مشاركة تدريجية مشاركة تدريجية بمعنى مش هيدخل في المراني الجماعية مرة واحدة هتبقى المشاركة تدريجية لغاية ما يبدأ يدخل فيه التأسيمة والمراني الجماعية عشان يكون جاهز للمطشاط اللي جاية ان شاء الله ولكن عايز اطمنكم فترة اللي فاتكت فيه فترة طويلة او اصابة الصولية احنا بنتكلم من قبل لقاء السوبر يعني بنتكلم مثلا من شهر تسعة واحنا دلوقتي في اواخر شهر اكتوبر فعده اتكلم في شهرين لكن عايز اطمنكم ان شاء الله ان الصولية النهاردة اول مران لي مع النادي الاهل في التدريبات الجماعية وهيكون المشاركة تدريجية ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله كمان في حال تخطي سينبا يوم الثلاث ده جانب تنظيمي لان انت لازم تحضر لكل التوقعات اللي ممكن تحصل في البطولة في حال تخطي سينبا ومامولي دي سانداونز يوم الثلاث ناق برضو ماتش سانداونز مع بيترا تليتكو في بريتوريا بعد ماتش الاهل وسينبا مفيش بساعة الاهل خمسة سانداونز تمانية فبعد الماتشين ما يخلصوا الاهل محضر نفسه ان لو سافر جنوب افريقيا هيسافر يوم الخميس بالليل يوم الخميس بالليل عشان ماتش مامولي دي سانداونز يوم الحد اللي جاي فيدوبك يبقى يسافر الخميس بالليل يوصل صباح يوم الجمعة يتمرن جمعة وسبت ويلعب الحد ويرجع بعد المبارة بسرعة عشان عنده ماتش بعدها بتمانية واربعين ساعة في القاهرة طيب